عربت للضرب وهذا المصور ماسي قاعد يقتادونه قدامي ليس غريباً أن يتذيل العراق قائمة البلدان من حيث حرية التعبير والوصول إلى المعلومات وهما حذرت منه منظمة هيومورايس ووتش التي كشفت عن جملة أحكام بالتشهير والتحريض يضمها القانون في العراق أتاح للسلطات إسكاة صوت معارضيها وتجريم منتقدي فسادها بالتزامن مع تصاعد النقمة الشعبية ضد عملية سياسية طائفية استباحت البلاد وجعلتها ضمن قائمة أكثر دول العالم خطراً على من يمارس مهنة الصحافة ممارسات ترهيبية عكفت الأحزاب وأجنحتها المسلحة على استخدامها ضد وسائل الإعلام المختلفة ضمن محاولات إخضاعها وترويع العاملين فيها وخاصة أثناء المواسم الانتخابية لا تصوير ولا بدانا من يمجز تحسكين لاش تم تصويرك ولا تملك برمانك ورغم التحذيرات والإدانات التي تصدرها منظمات ومؤسسات دولية بشأن تفاقم ظاهرة التضييق على الحريات الصحفية في العراق إلا أن السلطات الحكومية تواصلت عمليات القمع عبر غلق قنوات فضائية وإذاعات محلية وإطلاق العنان ليد الميليشيات لمهاجمة وحرق محطات تلفزيونية فضلاً عن تشريع قوانين وتلويح بأخرى كاشتراط نوع الشخصيات التي يتم استضافتها في البرامج الحوارية أو محاولة تمرير قانون جرائم المعلوماتية الذي وصف بالإجراء البوليسي والذي سيفتح المجال لمزيد من ترسيخ أسس القمع وتقييد الحريات وفقاً للمرسد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان سياسات فرض الوصاية المعمول بها في العراق حذرت منها مؤسسة سكايلين الدولية والتي اعتبرت التوجه لإقرار قوانين بمزاعم وهي إنما الغرض منه زيادة القبضة الأمنية في البلاد على حساب حرية التعبير ليبقى العراق متأخراً بأشواطاً ضمن مؤشر حرية الصحافة في العالم بحسب تصنيف منظمة مراسلون بلا حدود والعلم اقتل نحو ثلاثمائة صحفي وأكثر من ثمانمائة متظاهر وإصابة ما يقرب من سبعة وعشرين ألفاً آخرين بعاهات دائمة لمجرد أن بعضهم نقل أحداث كما وقعت وآخرين قالوا نريد وطناً لهو دليل على أن لا وجود لأي حقوق في العراق شكراً